نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع في المن وثائقيا عن الإنجازات التي تتمها على أرض سيناء وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي لما كنا نتكلم على سيناء وتصدينا للإنهاب الموجود مش منعنا ومش حيمنعنا أن احنا نعمل تنمية حقيقية في سيناء قد يكون جهدنا فيها زيادة شوية عن بقية المناطق ولكن عشان أهميتها الاستراتيجية أنا بس حبينا أن احنا نبقى منتبهين أول ده ويبقى كلام ده حاضر عندنا كلنا كمصرين أن احنا بلدنا وبنخلي بلنا منها وحنحافظ عليها ومحدش هيقدر يأخذها من الداخل سيناء بوابة مصر الشرقية ودر التجهة عادت لنا بتضحيات الرجال عشان نكتب فيها تاريخ جديد للاستفادة من سروطها وأعادة بناء مجدها من خلال رؤية سياسية عازمة على إقامة مشروعات تنموية في كافة المجالات لتحفر سطور مضيئة وواعدة لمستقبل سيناء ليعم الخير على كل مصر اللي مصر بتعمله لأهلها في سيناء ده غير مسبوك بتكلفة فوق الخيال حيث اجتملت مشروعات تنمية سيناء على تنفيذ أكتر من 438 مشروع قومي لخدمة كافة مجالات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء وفتح أفاق جديدة نحو توفير فرص العمل واللي بلغت تكلفتها 700 مليار جنيه وكانت الخطوة الأولى مشروع قناة السويس الجديدة واللي ساهم فيها المصريين ووقفوا جنب قيادتهم السياسية وحققوا الحلم الخطوة الأولى جد بعدها خطوات كتير ولسه الحلم كبير سيناء محتاجة مشروعات عملاقة تحقق لها نقل اقتصادية حقيقية توصل بأحلامها للعالمية اجتملت المشروعات التنمية على العديد من المحاور كان أبرزها مشروعات البنية التحتية العملاقة واللي كان على رأسها أنفاء قناة السويس بالإسماعيلية وبورسعيد والسويس واللي بتعتبر شرايين جديدة لربط سيناء بكافة أنحاء مصر بالإضافة إلى إنشاء منظومة من الكبار العائمة اللي بتنتشر على طول المجرى الملاحي للقناة لخدمة المناطق التجارية الحيوية بين الشرق والغرب وجاري العمل في كبري سكة حديد الفردان ولأن الطرق هي الشرايين اللي بتتبني عليها المجتمعات العمرانية الجديدة فتم العمل على قدم وساق بإنشاء شبكة وسعة من الطرق الطولية والعرضية تتضمن تسعة وستين طريق جديد بإجمال أطوال بلغة ألفين خمسمية وثلاثين كيلو متر فضلا عن تطوير عدد من المواني والمطارات وأبرزها مطار البردويل الدول ومين العريش البحري ودارت عجلة البناء على كل شبر في أرض سينة فتم إنشاء أربعة وثلاثين مشروع سكان جديد بيتضمن تلات مدن سكنية جديدة وهي مدينة الإسماعيلية الجديدة بإجمالي اتنين وخمسين ألف وحدة سكنية ومدينة رفح الجديدة بإجمالي عشر تلاف وحدة سكنية ومدينة سلام مصر شرق برسعيد بإجمالي أربعة تلاف وخمسمية وحدة سكنية ده بالإضافة لمشروعات إسكان اجتماعي بمدن شمال ووسط وجنوب سيناب بإجمالي عشر تلاف وحدة سكنية فضلاً عن إنشاء خمسة واربعين مشروع للتجمعات البدوية مصممة على أحدث التقنيات بإجمالي أربعة تلاف وميد بيت بدوي فضلاً عن إنشاء العديد من المدارس الجديدة والمعاهد الأسهرية إلى جانب رفع كفاءة المدارس الحالية وإنشاء جمعة الملك سلمان بجنوب سينا بأفروعها المختلفة بالطور وشرم الشيخ وراس صدر وفي مجال الرعاية الصحية تم إنشاء العديد من المستشفيات المركزية الجديدة ورفع كفاءة المستشفيات الحالية واللي بلغت أربعة عشر مستشفى والعديد من الوحدات الصحية واللي بلغت ستاشر وحدة طبية وتجهزهم بأحدث الأجهزة الطبية موسيقى ولأن المياه هي مصدر الحياة تم إنشاء 22 مشروع جديد لمحطات تحلية وتنقية المياه في مناطق متفرقة بجنوب وسط شمال سينا لتوفير مياه صلحة للشرب لأهالينا في سينا موسيقى فضلا عن إنشاء صحارة سرابيوم لنقل المياه العزبة من غرب القناة لشرق القناة لاستخدامها في الزراعة موسيقى وفي مجال الزراعة واستصلاح الأراضي بتعمل الدولة جاهدة على زيادة الرقعة الزراعية في وسط شمال سينا واللي بلغت 500 ألف فدان خاصة بعد الانتهاء من أكبر مشروعين لمعالجة مياه الصرف في الشرق الأوسط وهم محطة معالجة مياه المحسمة ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر واللي سهمت في استصلاح وزراعة الأراضي الرملية وتوفير الألاف من الأشجار المسمرة موسيقى وبتتمد التنمية للرمال الساكنة في شرق القناة عشان تحييها وتحولها الأخواض مفعامة بالحياة مزارع سمكية هي الأكبر من نوحة بتمثل نهضة كبيرة في مجال الأمن الغزاي والطريق لتحقيق الاكتفاء الزاتي من الصروة السمكية موسيقى ملاحن من العطاء بتتجلف انطلاق نوعية وكمية عبر إنشاء العديد من الصروح الإنتاجية فتم إنشاء مصنع أسمنت العريش ومجمعات إنتاج الرخام والجرانيت بالجفجافة وجار العمل في المنطقة الحرة شرق برسعيد واللي هتخلي سيناء محور هام في التجارة العالمية والدعم اللوجستي لخطوط الملاحة الدولية واللي وفرت الألاف من فرص العمل لأهالي نفسينا موسيقى ولئن الشباب اليوم هم محور الاهتمام فتم الانتهاء من إنشاء العديد من المدن الشبابية بجنوب شمال المساجد ودور العبادة أبرزها مسجد الصحابة ودير سانت كاترين واللي حواليها يتعمل مشروع التجل الأعظم ويعظم الاستفادة من المكان المقدس ومنستش الدولة التنمية الثقافية في سيناء فأنشاءت مدحف شرم الشيخ مدحف عالمي بيضم العديد من الأثار من مختلف العصور واللي أصبح مزار سياحي عالمي بيعكس تاريخ وحضارة الشعب المصري حلم وطني هيتحقق بسواعد أبناء مصر المخلصين بإرادة شعبها وتضحيات جشها وعزمه عن قهر المستحين هذا الوطن يحتاج مننا العمل وبزل الجهر ومواصلة الليل بالنهار للعبور به آمنا إننا في لحظة فارقة من تاريخ الأمة لحظة عبور الجسر ما بين التحديات والإنجازات نحن أولاد البلد فيه أخذنا بيتها